بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان والستوديو التحليلي لمباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة في التصفية النهائية لتحديد بطل بطولة الدوري للشباب قبل ما نتكلم في الأمور الفنية برحب بضيوفي ضيوفي الاستوديو التحليلي نجمي الأهلي السابق كابتن محمد حشيش من أورنا كابتن حشيش زكاوس عاملية إيه الأخبار الحمد لله ماشي الحاج كل سلام طيب طيب أيضا نجمي الأستوديو التحليلي ومحل قناة الأهلي الدكتور أحمد سابق نهارنا دكتور أحمد نهار حديرك كابتن مسامة تحيط الحضرية في كابتن محمد وكل سلام حديرك طيب طيب النهاردة عندنا مباراة مهمة مباراة حلوة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة لتحديد بطل بطول الدوري الشباب ودائما وأبدا مباراة الأهلي أمام الاتحاد في المرحلة السنية دي مباراة مباراة كبيرة ايضا مباراة فيها ندية قبل ما نروح للتحليل الفني لمباراة اليوم عايزين نتكلم عن واحد متقلق في الفترة الاخيرة واحد من لعبي النادي الاهلي واحد من اللاعبين المعارين الى الدوري التشيكي وبيمر بافضل فتراته في الفترة الحالية اللاعب محمد ياسر محمد ياسر واحد من اللاعبين اللي كان ضموه من نادي الاهلي من نادي شيربين وهو ولد صغير فترة الاعارة دلوقتي او فترة يعني بياخد فترة اعارة في تجربة مهمة جدا منذ ايام قليلة يعني اتجددت الاعارة لمدة عام طلب من نادي تبلستا التشيكي وهو بيمر بفترة انتعاشة او فترة فيها خبرات مهمة ليه عايزين نعرض اهداف محمد ياسر واخد رأي ضيوفي كابتن محمد حشيش والدكتور احمد سابت واحد من العناصر المهمة كابتن سابت تجربة مهمة ان النادي الاهلي بيتيح للعبي سواء اعارات في الدوري المحلي المصري او كمان في الاحتراف ومحمد ياسر ماشاء الله بيمر وشافين هدف من هدف الحلوة ليه في الدوري تشيكي صدرك طبعا يعني ده نتاك طبعا يعني قطع الناشئين بالنادي الاهلي والفكرة اللي هي كانت من حوالي يمكن اكتر من سنتين تلاتة هي تحت الفرصة للناشئين ان هما يطلعوا اعارات في الدوريات المختلفة عشان اكتسبوا الخبرات وهم صغيرين ويقلموا على طبعا الاحتراف من بدري بدري وفي نفس الوقت يبقوا عناصر مميزة يقدر النادي الاهلي يستعين بيهم في اي وقت محمد ياسر على واجه الخصوص ده بقى له معز عندي لانه هو بلدياتي من شيربين وطبعا شيربين لها معز عندي لانه طبعا بلدي وكده وسعيد ان اسمها بيجي طبعا وان شاء الله يبقى اسمها دايما كده من خلال محمد ياسر ونشوفه طبعا في تقدم ويعني يتنقل كمان لأن ده طبعا اكتر في الدوريات القوية وقريبا يرجع لبيته في النادي الاهلي بدل من النادي الاهلي طبعا بيدعم لعيبة مثلا من افريقيا لأ دول ولاد النادي متربين في النادي الاهلي وعارفين نظام النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي فده طبعا يعني حاجة تحسب لمجلس دارة النادي الاهلي وقطع الناشين في النادي الاهلي دكتور احمد واحنا بنستعرض دلوقتي يعني ما شاء الله اهداف حلوة اهداف بتنم ان محمد ياسر فعلا مهاجم كبير كان محتاج خبرات خرج للاحتراف او عارف الاحتراف الخارجي هناك يعني نال اشادة من الجهاز الفني اتجددت لعارة واكتساب خبرات اخرى وفي اي وقت مو كن رجع نادلان بنشوف اهداف حلو اول محمد ياسر طبعا نجيب بس اول هدف كده هدف اول الجنين بشماله دي اول ملخوضة هو اصلا كان بيلعب بيمينه وهو كان اول ما خارج من الكطاع كان اكتر ميزة فيه للتحامات الهوائية لما راح هناك اتطور بدني بشكل واضح جدا السرعة لو جبنا الجنين التاني شوفوا السرعة اللي بقى فيها الفوتورك بتاع رجله بعض الناس في الشباب هنا دايما بنقول اه عندهم انصر الطول بس الفوتورك بتاع رجله او اللعبة على الارض محتاج يتطور فيه محمد ياسر لما راح هناك من الواضح جدا انه هو اتطور في الحتة بص الجنين بص السرعة هاتوا من الاول شوفوا السرعة فيه شوفوا السرعة وانه هو كان بيجيب جوان كتير بالراس دلوقتي بقى باليمين وبالشمال فدل تطور وهنا شطارة ادارة النادي الالي في النهية بتعير لعيب زي محمد ياسر في الدور التشيكي الدور التشيكي مسته في البدني المدرسة الاوروبية في التطوير البدني للعب بص بص هنا السرعة كابتن محمد وكابتن أسامة بص هنا المهارة كمان في الواحد على واحد برجاله بقى واسع والتهويش والطرئيس والفنش بالشمال فده مهاجم مكسب كبير جدا للنادي الاهلي انه هو بيلعب في دوري قوي الدور التشيكي الكرة التشيكية ممتازة على المستوى البدني التطوير احسن حاجة فيه كمان الرغبة انه هو هقول لحدك على حاجة هو كان طالع مع ثلاثة من زميله من النادي الاهلي التلاتة رجعوا التلاتة رجعوا الوحيد فيهم اللي كمل محمد ياسر فده لعيب عنده الرغبة والاراضة انه هو يكمل في الاحتراف ما عندهش بقى الهم سيكنس ان انا لا عايز ارجع لأسريتي وعايز ارجع لبيتي وحشني مصر وكده لا ده كمل ليه هدف ده هدف ده ليه هدف عايز يتطور عنده ثقافة الاحتراف لان الموهبة برا لوحدها لا تكلم بالمناسبة ديها كابتن حجيش الهدفين دول اخر هدفين فاخر مباريتين لمحمد ياسر في الدوري التشيك عايزين نستعرض ابرز ارقام دكتور سابت هو كان بيلعب بديل كتير في الفترة الاخيرة بعد كمان مجددوله لما جددوا الاعارة من النادي الاهلي هنا بقى بيلعب اساسي ارقامه هتلاقي انه لعب ست مباراة اساسي في الدوري التشيك ستة بس اتناشر مرة بديل يعني شارك في تمنتاشر مشاركة يعني النهاردة بدأ ياخد المدير الفاني انك يعتمد عليه وياخد مساحة اكبر مساحة اكبر بدأ انه هو بيشارك اساسي كم مرة ستة واثناشر مرة بديل كويس احرز اربع اهداف الرقم بدأ يزيد في المتشاط الاخيرة كان في الاول الاول كان هدف في الاخر ماتشين نلاحظ انه جاب بدأ يزيد بدأ ان بعد مجدد حس بالثقة والاستقرار اكيد النفسي فزوده جاب كم راكل الجزاء جاب اتنين راكل الجزاء دي برضو حاجة بتأكد انه من اللعبة المقاتلة اللي بتاخد راكل الجزاء راح عالجون كم مرة تلاتين محاولة منهم خمستاشر صح يعني نسبة دقة محاولاته خمسين في المية ده رقم برضو كويس اهم رقم عنده فاز بالتحامات هواية لسه الميزة اللي فيه من ساعة ما كان موجود في قطاع الناشئين في نادي الاهلي موجودة الرقم ده هو ترتيبه تقريبا حاجة وعشرين من اكتر اللعبة في الدور التشيكي اللي بتكسب التحامات هواية 35 التحام وهو لعب 6 مطشط بس اساسي و12 بديل ده رقم كويس جدا على مستوى صناعة الفرص صنع عشر فرص المراوغات الناجحة تسعة نكمل دخل تشكيلة الاسبوع اللي هي التشكيلة المثالية بتاعت الدور التشيكي بيستعرضه تشكيلة المثالية كل اسبوع حلايا ان هو دخلها مرة واحدة حصل على اخطاء 25 دي بتدل ان هو مهاجم محطة بيسحب زميله الأدام بيعرف يجيب فاولات ويسحب زميله لان هو مميز على المستوى البدني وعلى المستوى الاتحامات الهوائية دقة التمريرات 60% دي محتاج يتطور فيها لسه دقة التمريرات بتاعت المهاجم مفروض توصل ل75 60 ده قليل شوية حصل على تقييم كم من عشر حل بالك بلع في دوري قوي وفي دقامات قوية ونواحي بدانية عالية بس الرقم ده برضو محتاج يزيد اكتر من كده مفروض يقع 70% دقة التمرير حصل على تقييم من عشر 7 و 4 من مية يعني 7 من عشر رقم كويس جدا لعيب يلعب في الدوري التشيكي ياخد تقييم 7 من عشر عندنا ان شاء الله خلي بالحضة ده قوة طوله متر 93 هو من موليد 2021 يعني 23 سنة كويس انك انت فتحت وقلت موليد 2021 المفاجأة ان النهار ده المنتخب الأولمبي احنا بنضور يا كابتن حشيش على مهاجم لكرة المصري يبقى عندك مهاجم بالمواصفات دي بيلعب في الدوري التشيكي أرقام مميزة وازاي ما ينضمش الانتخب الأولمبي علامة استفهام ان حتى انت كجهاز فني ما تجيبوش حتى لو معسكر وتشوفه وتقيمه على الطبيعة رسالة بقى أسامة اللي طبعا ادارات المنتخبات عندنا ايوة ان يدوروا على النمازج دي مش لازم الأندية هي اللي تقول يا جماعة فيه كذا فيه كذا فيه كذا من المهام الرئيسية للإداريين والفنيين بتوقع المنتخبات انهم يدوروا على اللعبة بتاعتنا المحترفة لان واحد زي ده بيلعب في دوري أوروبي قوي عنده الستايل اكتسب كمان حاجات كتيرة من الدوري اللي بيلعب فيه وهي أهم حاجة اللي انا شايفها السرعة والرتم لان الرتم برا في الدورات بتاعتنا غير رتمي هنا طبعا على مستوى الناشئين احنا معنا وانت بتتكلم دلوقتي ده الإحماء من ملاعب الناشئين نديد نصر الأهلي واللي تحدث سكداني هنروح للمباراة دلوقتي ونتكلم معناها فنيا لكن محمد ياسر كان لازم ياخد حقه قبل بداية السوء التحليم طبعا لازم هو لعب طبعا كويس قوام ما شاء الله زي محمد بيقول 193 سنتي كرأس حربة يعني ضربات رأس اكيد مميز فيها غير انه بلعب يمينه وشماله لا يعني لعب مميز يعني انا رساليتنا هنا ونصيح الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد سابت وانا محمد ياسر استمر على انت فيه وحارب وقاتل الفرصة ان شاء الله هتجيلك جاز الفني في النادي الاهل بقيادة مستر كولر متابعة كويس جدا وهو النادي الاهل الاوصى باستمرار اللي عارة عشان اكتسب خبرات وقريبا ان شاء الله هترجع مرة تانية لبيتك النادي الاهل شايفين اهداف فعلا يعني بتنم عن مهاجم كبير مهاجم عنده موهبة وبص الجماهير عنده امكانيات بيلعب تحت ضغط جماهيري تحت ضغط بدني عالي طيب نروح لمباراة اليوم الاهل والاتحاد السكندري ونروح لزمنا فاروق صلاح من ارض الملعب تحياتي لك فاروق تحيات كابتن محمد حشيش دكتور احمد سابت برحب بيك كابتن الكبير كابتن اسامة حسني وبرحب بكابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ده ثابت وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادي الاهلي في كل مكان موعد جديد وجولة جديدة تتجدد ويتجدد بين الموعد دائما وابدا من داخل ملعب النادي الاهلي بمدينة تناصر وتسليط الضوء على عناصر مهمة جدا ومميزة جدا في قطوع الناشئين في النادي الاهلي طبعا أبرزهم فريق شباب النادي الاهلي مواليد 2003 اللي بيضم عناصر مميزة جدا وبيعتلي صدارة بطولة الجمهورية مواليد 2003 للشباب طبعا كابتن اسامة احنا خلاص في المرحلة النهائية والمرحلة الختمية طبعا مرحلة الفوز والتتويج ان شاء الله بالبطولة اللي اتلعب منها الاسبوعين النادي الاهلي طبعا النهاردة بيأخوض الاسبوع الثالث بعدما حقق الانتصار خارج ملعبه في المباراة الماضية على فريق برامد زبان عب بهدفين مقابل الهدف النهاردة بيواجه مواجهة صعبة جدا مواجهة قوة جدا امام فريق الاتحاد السكنداري خلينا اقول لك النادي الاهلي بيدخل اللقاء وهو في المركز الاول برصيد 48 نقطة النادي الاهلي اقوى خط هجوم في البطولة احرص 45 هدف واستقبال الشباك و15 هدف بينما فريق الاتحاد صاحب المركز السابع في هذه المواجهة وهذه المباراة بيدخل اللقاء برصيد 37 نقطة في المركز السابع احرص 33 هدف واستقبلت شباكه 27 هدف قبل طبعا يعني خلاص اللدقية اللي بتفصلنا على انطلاق المباراة الكابتن احمد عبدالظاهر عقد محاضرة مع اللاعبين تكلم على يعني الكلام اللي دايما بيقوله لللعبين النهاردة فرصة الكل اللاعب ومباراة متزع من خلال شاشة قناة النادي الاهلي قدم نفسك وقلم بيعني بلغة الكولر اعرف بضعتك قدام للناس انت لعيب امام الجميع الجميع بتفرج الجميع بتتابع شاشة قناة النادي الاهلي كل اللاعب محتاج ان هو يقدم نفسه فرصة كبيرة جدا ان ان مستر كولر بيتابع ويتفرج وبيجي مستر كارلوس بيبقى موجود هنا بيتابع مباراة القطاع للناشئين امام اللاعبين النهاردة فرصة ان هم يستغلوا ان شاء الله ان المباراة منقول على شاشة القناة النادي الاهلي وكل اللاعب يقدم نفسه في هذه المواجهة خلينا اقولك ان اعلن تشكيل الكابتن احمد عبدالزاهر على هذه المباراة والطريقة المعتادة اللي دائما بلعب بها الكابتن احمد عبدالزاهر 3-3-2-2 حرصة المرمى طارق حسن قدامه 3 ابراهيم عبدالحكيم رقم 15 ومصطفى ابو الخير اللي بنشوفه النهاردة في مركز قلب الدفاع بالقميس رقم 17 وعلى شمالهم اسلام عبدالله بالقميس رقم 3 في منتصف الملعب السلاسي احمد عشرف بالقميس 31 احمد طعيمة بالقميس رقم 30 ومحمد وائل رقم 8 اتنين في مركز صناع اللعب لعب ميدو نبيل بالقميس 22 مازن اسامة بالقميس رقم 11 قدامهم اتنين في مركز رأساة الحربة هدافي الفريق سمير محمد بالقميس رقم 9 وعلي نادر بالقميس رقم 18 خلينا اقولك على الجانب الاخر الكابتن عصام ربيع المدير الفني الفريق الاتحاد السكندري اللي بيدخل اللقاء بطريقة 4-3-3 حرصت المرمى محمد صلاح مسلم قدامه 4 لعيبة 4 في خط الدفاع محمود بسيوني رقم 20 حبيب علي محمد رقم 21 حسين محمد حمودة وده لعب من لعاب الفريق الاول لعب موليد 2001 موجود معهم هو ضمن 3 لعابين موجودين في تشكيل فريق الاتحاد السكندري من الفريق الاول حسين محمد حمودة رقم 3 وعلى شمالهم احمد بهاء رقم 38 في منتصف الملعب السلاسي عمر محمد مطوع 14 زغلول محمد دسوئي رقم 13 وده بالمناسبة ايضا لعب موليد 2001 وشوئي حمادة السعيد قدامهم مسلس جمه وكوه من محمد مرسي رقم 17 مازن اشرف 22 شهاب خالد رقم 9 النهاردة تقم تحكيم زي المباراة قيادة الكابتن ابراهيم محجوب ده من منطقة بورسعيد بيعاون محمود عمر من منطقة الجيزة وهاشم عبد المريد من منطقة القيرة مباراة في اجواء اكثر مرعة اجواء مميزة جدا ان شاء الله نهاردة لابت ان ايضا اهل القادرة على تحقيق الانتصار في زي المواجه وتحقيق ثلاث نقاط واستكمال المشوار نحو التتويج بالبطولة بإذن الله والحفاظ على لقب البطولة طبعا انا موجود معاك كابتن اسامة لو فيه اي استفسار او اي تساعد شكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح كابتن حشيشي التشكيلة المعتادة اللي كابتن احمد عبدالزار بتدي بيها النهاردة حرص المرمى محمد طارق خط الظهر ابراهيم عبد الحكيم مصطفى ابو الخير اسلام عبدالله محمد وائل احمد اشرف ثلاثي خط الوسط ميدو نبيل احمد طعيمة مازن اسامة واثنين في الهجوم سمير محمد وعلي نادر خمسة ثلاثة اثنين تمام الاول بس لازم اقول ان طبعا مباريات الاهلي والاتحاد مباريات فكرنا بقى بدربيات الدور المصري اهل الاتحاد سكندري طبعا انداء عريقة جماهير كتيرة طبعا ايا كان ترتيب نادي الاتحاد فهو قدام النادي الاهلي او اي فريق بلعب قدام النادي الاهلي فارض النادي الاهلي بجاي متحفز وعايز يكسب وخصوصا ان يعني الاتحاد شايفه انا في الترتيب السابع سبعة وثلاثين بنت بس يعني ممكن بمكسب مثلا زي النهاردة مثلا ممكن يخش بقى ضمن الاربعة الاوائل لان التالت المصري بتتكلم على اربعين بنت وكمان في مباريات مؤجلة للاتحاد مباريات الاسبوع اللي فات كانت مؤجلة للاتحاد المباريات مؤجلة للاتحاد السكندري فطبعا النهاردة مباراة مهمة جدا جدا للفرقتين نادي الاهلي عشان يحافظ طبعا على فارق النقاط بينه وبين امبي وحافظ على الصدارة وفي نفس الوقت الاتحاد عايز ياخد اللبناط دي عشان يقرب يخش بين التالتة والاربعة الاوائل دكتور سابت خمسة ثلاثة اتنين الطريقة المعتادة للكابتن احمد عبدالزاهر وتشكيل متوقع وفاروس صلاح بيقوله على الهوى انت توقعت التشكيل ده تشكيل اعتبرا ان التشكيل المسالي للنادي الاهل النهاردة فيه بس نقطة واحدة هنتكلم فيها دلوقتي وطبعا بيلعب بخمسة ثلاثة اتنين في حراسة المرمى طريق حسن التلاتة اللي وراء ابراهيم عبدالحكيم ومصطفى ابو الخير واسلام عبدالله النهاردة توظيف مصطفى ابو الخير مصطفى ابو الخير عشان الناس تكونوا عارفة ده اللعيب اللي تقايد في القائمة الافريقية واللي مرسل كولر مجتنع بي جدا ودايما بيسافر مع الفرقة او بيبقى متواجد في مركز ستة عشان طبعا الغيابات اللي حصلت اردولنا التشكيل يا شباب واحنا بنكلم اردولنا التشكيل لو صنحت اللي هو اللي كان اصابة أليو ديانجو وغياب مروان عطية فكان دايما بيبقى مصطفى ابو الخير موجود معهم النهاردة مصطفى ابو الخير موجود في مكان بمركز جديد هل هيجبقى لبرو ما بين الاتنين المساكين ولا هيبقى مساك دي النقطة اللي احنا لسه هنشوفها من الملعب المصطفى ابو الخير بيلعب ما بين إبراهيم عبد الحكيم وإسلام عبد الله ولا بيلعب نحية اليمين وإبراهيم عبد الحكيم هو اللي لبرو وإسلام عبد الله هو اللي مساك نحية الشمال نحية اليمين أنا شايف الزاهرين النهاردة ممتازين أحسن اتنين زاهرين في فرقة 2003 في النادي الأهلي محمد وائل نحية اليمين وأحمد أشرف نحية الشمال الاتنين أتوقع إن شاء الله أن هم تالي محتاج ظاهرين دايماً بيزيدوا الأدام سواء محمد وائل أو أحمد أشرف محمد وائل من اللاعب اللي عنده شخصية النادي الأهلي وأحمد أشرف أكتر لعب موهوب في الفرقة من وجهة نظر اللاعب دايماً في الواحد على واحد كويس بيعمل لك جابها كويسة بيشوف أنه هو حل ونموذج للنادي الأهلي مع علي معلول وكريم الدبيس إن أحمد أشرف ده ممكن يبقى رقم ثلاثة في حتة الظاهير الأيصر التلاتة اللي في وسط الملعب أحمد طعيمة أحمد طعيمة هو اللاعب اللي لارتكاز الدفاع اللي هيحمي وسط الملعب ومفروض إن مصطفى بالخير هيزيد معاه لو الكرة معانا يعني يبقى أحمد طعيمة وجنبه مصطفى بالخير اتنين بقى قدام أحمد طعيمة ميدو نبيل بيبقى نحية اليمين كسانع على العيب في العمق ومازن أسامة اللي هو أصلاً باكليفت وتم توظيفه في وسط الملعب عشان يعمل سطارة دفعية كويسة يبقى ثلاثة في وسط الملعب ميدو نبيل وطعيمة ومزن أسامة يدوا حماية للظاهرين إن هم يتحركوا نهاردة أنت بتلعب برسين حربة وثلاثة ارتكاز يبقى أنت فكرك معتمد على الأطراف لازم تشوف الظاهير الأيمن والأيسر كل واحد فيهم عامل ست سبع عرضيات في الشرط الأول على الآل الاثنين اللي قدام الممتازين سامير محمد وعلي نادر الاثنين سامير محمد جايب 12 جون يعني التشكيل النهاردة تشكيل هجومي تشكيل هجومي ومحتاج إن انت الظاهرين دايما يزيدوا الوداء نفس الوقت طيب أعرضونا التشكيل كده يا شباب عشان نستعرضه طيب كابتن حشيش سامير محمد وعلي نادر لين النهاردة في الخط الأمامي الخط الهجوم يعني ممكن نشوف ضغط مداية المباراة النهاردة هو طبعا الطريقة دي طبعا طريقة هجومية وبتدي فرصة كمان لتحرر الطرفين اللي هو محمد وقل وأحمد أشرف في نص الملعب ويبقى قريبين للانطلاقات من ناحية الأطراف وهو طبعا مثبت مصطفى أبو الخير عشان حتة الحاجات المرتدة مع أحمد طعيمة برضو بيلعب ديفندر أو ليبرو لنص الملعب لميدو نبيل ومزن أسامة فبتدي دي فرصة لاستحواز في نص الملعب وبناء الهجمات عن طريق الأطراف كذلك برضو اتنين سامير محمد وعلي نادر اللي بيلعب باتنين قدام بيخلي الاتنين المساكين اللي هناك أو الدفاع حريص شوية وضامم على جوه بيدي فرصة لخلق مساحات للأطراف عشان محمد وقل وأحمد أشرف وميدو نبيل برضو ومزن أسامة من ناحية الشمال فدي هتدينا برضو انطباع أنه هو عايز يضغط من البداية كضغط على فريق الاتحاد ويختف هدف إن شاء الله في بداية المباراة سهل عليه حاجات كتير دكتور سابت والأهلي النهاردة متصدر جدول المسابقة بالرصيد 48 نقطة بيأتي في المركز الثاني أمبي 44 نقطة المصري في المركز الثالث ورصيد 40 نقطة النهاردة وإحنا بنشوف جدول المسابقة النهاردة اللعبة يعني بتنزل أو بتلعب الجدول معنا على الهوة دلوقتي الأهلي في المركز الأول 48 نقطة أمبي في مركز 24 نقطة يعني بتتكلم في فرق أربع نقاط لسه برضو يعني الأهلي ما حسمش الدوري فالنهاردة مباراة مهمة الأهلي يقدر النهاردة مكسبه النهاردة يبدأ يقرب من بطولة دور الشباب اللي هو بطالها السنة اللي فاتت أنت عندك تسع مطشاط في المرحلة النهائية إنهم عشر فرق يعني تسع مطشاط النهاردة الجولة التالتة عشان تتكلم في الحسم لسه من الجولة يعني من الأسبوع السادس بعد السادس فلسه بادري ده ما كنا مستعرضين الجدول 48 نقطة أمبي تحته 44 نقطة فرق أربع نقاط بعد كده المصري 40 نقطة فرق 8 نقطة عن النادي الأهلي بعد كده بقى الفرق قريب يعني سراميكا 39 برامز 38 المقاولين 38 للتحاد 37 يعني الفرق ما بين الاتحاد وما بين المصري اللي في المركز الثالث مباراة مباراة نادي الزمالك في المركز التاسع دي برضو النادي الزمالك في المركز التاسع براسية 35 نقطة القبل الأخير وفرقه 34 نقطة يعني فرقه المركز الأخير لو شفنا حتى الجدول هتلاقي الزمالك في المركز التاسع وفرقه 34 النهاردة النادي الأهلي في الصدارة 48 قال الجدول قدامنا وتحته أمبي 44 وفي الآخر نادي الزمالك وفرقه الزمالك في التاسع وفرقه في العاشر النهاردة مكسب النهاردة بيزود فرصة النادي الأهلي إن شاء الله إنه هو ياخد الدوري أكتر وأكتر بس مسألة حسم الدوري يا كابتن محمد بعد الأسبوع السادس طولي أحمد ما لسه اللقاط المتبقية بتسمح بحثة اللي ممكن واحد يتقدم وتغير الترتيب فلسه مفيش حسم وأرجو إن حتة الحسم دي ما توصلش خالص من الجهاز الفني ولا للعبين ولا اللعبين النهاردة من النقاط المهمة جداً للعب النادي الأهلي كنتنحشيش الأطراف محمد وائل وأحمد أشرف ممكن نلاقي النهاردة فيه تمركز دفاع كبير فيه نواح دفاعية كبيرة من الاتحاد السكندري لكن اللي بيفك الكلام ده كله محمد وائل وأحمد أشرف اللي بقى ليهم دور مهم جداً دي لقطات من آخر مباراة زعناها للأهلي هنا كانت مباراة الأهلي بترجيت اللي كان الأهلي متأخر في الشرط الأول واحد صفر وقدر يعمل ريمونتا ده شرط التاني ويفوز بثلاثية على بترجيت في شرط التاني نتمنى أنه ما حصلش كده زي المطش اللي فات أنهم يدخلوا المباراة متأخر يبتدوا من أول دقيقة لأنه ما فيش مباراة صعبة ومباراة سهلة فريق الاتحاد بغض النظر عن الترتيب زي أنا بقولك عنده دوافع أنه هو ممكن بالمكسب ده يخش من الأربعة يعني من الترتيب سابع يطلع لترتيب متقدم يلعب المباراة بكل تركيزه بكل قوة فإحنا عندنا الفرصة ده الهدف الأول لعلي النادر اللي أحرزه في مرة بترجيت كابتنا أحمد عبد الظاهر مديهم بلعب بطريقة بتتوح لهم أنهم يقدروا يتحركوا ويقدروا في الحتة الهجومية في تحرر وفي يعني أنك تقدر فيه جرأة شواء أنك تقدر تهاجم وما تقلقش لأن أنت بتلعب ما أمن نفسك فيه التلاتة اللي وراء معهم كمان أحمد طعيمة فدي لازم من بدري وعندنا الأطراف كمان زي أحمد أشرف ووائل عندهم المقاومات أنهم يبقوا لهم تأثير هجوم هجومي قوي جدا بالذات أحمد أشرف عنده العرضيات وعنده التصويب من بعيد ودي مهمة جدا جدا بالنسبة له ويتأمنين باتنين وراء سبتين ويتأمن بالزبط كده فأنت بتبقى بتهاجم ومش ألآن أو خايف من الحتة اللي وراك عايز أروح لقائمة الهدفين واريتم استعرضها مع بعض على الشاشة دي طبعا زي ما احنا شايفين دي أهداف الأهل وبترجيت زي ما قلت لحضراتكم والأهل عمل شوط رائع شوط الثاني بعد ما كان متأخر في الشوط الأهل عايز أستعرض قائمة الهدفين لفريق الأهل موريد 2003 اللي بيتصدر قائمة الهدفين لعب سامير محمد برصيد 12 هدف وعلي نادر 8 هدف ميدو نبيل 6 هدف عبد الرحمن شريف 4 هدف وابراهيم عبد الحكيم المدافع 3 هدف وإسلام عبد الله 3 أهداف دكتور سابت طيب لسه مع محمد وقال الباكر 3 أهداف ومحمد وسامير هدفين وهدفا لكل من أحمد أشرف ومصطفى أبو الخير ومحمد ميسي اللي تم يعارثه إلى نادي الداخلية ليك تعليق على قائمة الهدفين طبعا ده بيدل على تنوع أولا في تنوع في تهديفي في النادي الأهلي بس الاتنين المهاجمين عجبني ان الاتنين المهاجمين في النادي الأهلي يكونوا بينفسوا على صدارة الهدفين سامير محمد المهاجم اللي احنا دايما بنتكلم عليه في الستوديو النهاردة مسجل 12 هدف وده رقم كبير ولسه الدورة لسه فيه 7 أو 6 ماتشات كمان فان شاء الله يوصل ليعدي 15 هدف علي نادر كذلك واحد من المهاجمين الممتازين اللي اتأثر بالإصابة فترة من الفترات ويرجع تاني بيوصل لتمن أهداف النهاردة الاتنين موجودين سامير محمد وعلي نادر التنوع الباقي واحد زي ميدو نبيل ميدو نبيل طبعا صنع العاب الفرق أنه هو يوصل لست أهداف ده رقم كويس جدا زي ما احنا شايفين دلوقتي حكام المباراة نزل أرض الملعب فضل يا دكتور عبد الرحمن شريف أربع أهداف برضو التنوع موجود أن انت عندك المدافعين بيجيبوا جوان إبراهيم عبد الحكيم أربع أهداف محمد وقل البكراي تلات أهداف إسلام عبد الله اللي هو المساك ناحية الشمال تلات أهداف ميدو أسامة هدفين أحمد أشرف هدف برضو ميدو أسامة أنا مش شايفه بقالي فترة يعني واحد من اللعيبة اللي بعدت السنادي مستوى الراجع السنادي تمام ومصطفى أبو الخير هدف ومحمد ميسي هدف طيب قبل ما نروح للمعالق المباراة أقول لحضراتكم برضو حكام مباراة اليوم الأهل أمام الاتحاد كابتن إبراهيم محجوب من منطقة بورسعيد حكم الساحة كابتن محمود عامر من منطقة الجيزة مساعد أول وكابتن هاشم عبد المريد من مساعد تاني من القاهرة كل التوفيق للعب النادي الأهل إن شاء الله أمام الاتحاد السكنداري بشكر كابتن حشيش ودكتور سابت شكرا جزيلا ونروح لفاصل وبعد الفاصل معلقنا المتميز تامر عبد السلام ونشوف حضراتكم بين شوطاي اللقاء